إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فيا أخوة الإيمان اتقوا الله سبحانه وتعالى ثم إني أريد أن أتحدث معكم حول موضوع مهم هو أولى الموضوعات وأهمها وهو أوجب الواجبات على العباد إنه معرفة حق الله سبحانه وتعالى على عباده وحق الله هو توحيده وإخلاص العبادة له ولذلك خلق الله تعالى الخلق فقال سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي ليوحدوني بالعبادة وقال سبحانه وتعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وفي السنة المطهرة يخبر معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه البخاري في صحيحه عباد الله إن التأمل في هذا الحديث العظيم ليستخرج منه عبرا وحكما وفوائد وإن بعض هذه الفوائد ليتقطع له القلب وتذرف له العين وأقف فيه على لفتتين كريمتين الأولى في قول معاذ رضي الله عنه وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر به الناس فقال له عليه الصلاة والسلام لا تبشروا لا تفعل فيتكلوا يعني فيتكلوا على فضل الله عز وجل وفضل التوحيد فيدعوا الأعمال ثم إن معاذا أخبر به حتى لا يكون كاتما للعلم بعد ذلك حين اقترب موته وحين عرف الناس قيمة الفرائق ثم الفائدة الثانية العظيمة وهي هذا التعبير الجليل الشريف حين قال وحق العباد على الله هؤلاء العباد الفقراء الضعفاء المساكين جعل الله لهم حقا عليه لهم حق على الملك الجبار العزيز المتكبر سبحانه وتعالى هم ليس لهم حق عليه ابتداء ولكن الله سبحانه وتعالى لعظيم فضله جعل لهم هذا الحق أن من استقر التوحيد الكامل في قلبه أن لا يعذبه الله ولا تمسه النار يؤيد ما دل عليه هذا الحديث قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية وذلك لما فيها من عظيم الرجاء أن الله سبحانه وتعالى برحمته وفضله يعطيك ويكافئك إذا لم يكن في قلبك شرك أن يغفر لك لذلك يا عباد الله كانت الدعوة إلى التوحيد وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة للناس والمختفية في القلب هي قضية القرآن الكبرى وهي دعوة الرسل أجمعين كلهم يبدأ الدعوة بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأخبر الله تعالى عنهم ذلك فقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله يعني اعبدوه موحدين واجتنبوا الطاغوت والطاغوت وكل ما عبد من دون الله مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاثة عشر سنة وهو يدعو الناس إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام والأوثان وما سوى الله سبحانه وتعالى لم تفرض الصلاة على ما فيها من القدر في الإسلام إلا في السنة العاشرة من البعثة وعما باقي أركان الإسلام وكثير من المحرمات فلم تفرض إلا في المدينة بعد الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل أميرا ولا رسولا إلا يأمره بهذا ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة الحديث وفي هذا الحديث فوائد جليلة من أهمها فيما يتعلق بموضوعنا أن العبادة هي التوحيد وأنه أول ما يؤمر به كل أحد من الناس فالتوحيد أول واجب يبدأ به قبل باقي العبادات حتى الصلاة كما أننا نستفيد مما ذكرناه من الأحاديث والآيات عظيم فضل الله سبحانه وتعالى ومنته على عباده وعظيم فضل توحيده وعظيم فضل توحيده إذا فهمه العبد واستقر بقلبه وأنه سبب لمحو الذنوب كافة والأحاديث في هذا الباب بقوله يقول لا إله إلا الله بل قال يبتغي بها وجه الله يعني أنه يعرف ما دلت عليه هذه الكلمة كثير من المسلمين في شرق الأرض وغربها قد يقولون هذه الكلمة وأحيانا يناقضونها مناقضة تامة فهذه الكلمة العظيمة دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس لها وكانوا يرفضون أن يستجيبوا له وعندما جمعهم على الصفاء واختربوا إليه وهو يدعوهم ويصرخ بهم قال لهم قولوا كلمة إذا قلتموها ملكتم العرب ودانت لكم العجم فقالوا ما هي يرحمك الله قال قولوا لا إله إلا الله فنفروا منه كما ينفر الوحش من الصائل يعني نفروا منه كما تنفر الغزلان إذا هجم عليها الأسد وقالوا كما في سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فأبو لهب وأبو جهل وسائر كفار قريش يعلمون معنى لا إله إلا الله يعرفون كيف أنهم إن قالوها فلا بد أن يكونون معتقدين لما تضمنت أما كثير من المسلمين أو كثير من الناس في بلاد المسلمين قد يقولها وهو لا يعلم معناها وإنما يرددها بلسانه والله المستعان فاحرصوا عباد الله واعلموا أن ما أقول لكم هو التوحيد الواجب الذي لا يقبل من أحد غيره وسأبين شيئا من تحقيق التوحيد المستحب إن شاء الله في الخطبة الثانية وتحقيق التوحيد المستحب هو الذي معه يحصل هذا الفضل العظيم ويحصل به محو الذنوب وغفرها قال العلامة شمس الدين بن القيم رحمه الله ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده لا شريك له ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت كقراب الأرض انتهى كلام فيا عباد الله ما هو التوحيد الخالص الذي يغسل الذنوب ويمحوها إنه الاعتقاد الجازم بالقلب بأن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد وأنه تعالى رب العالمين ومالكهم والمتصرف فيهم إيمانا يقوله العبد بلسانه ويعتقد بقلبه ويعمل به بجوارحه وينبني على ذلك أن يوحد العبد ربه بكل العبادات الظاهرة والباطنة الظاهرة كالصلاة والدعاء والدبح والنذر وغيرها والباطنة التي في القلب كالخوف والحب والرجاء والتعظيم والتوكل حتى أنك يا عبد الله تتوكل على الله في القيام وأداء عباداتك وذلك تصديقا لقوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعيل نكرر هذه العبارة في كل ركعة من ركعات الصلاة ومعناها أنك تطلب من ربك وإلهك العظيم داعيا له مكررا ذلك في اليوم أكثر من عشر مرات جهرا ومثلها سرا أنك تقول يا ربي لن أعبدك حق عبادتك إلا إذا منحتني عونا منك وجعلتني متوكلا عليك بذلك فإياك أعبد وإياك أستعين فالتوكل على الله يا عباد الله والاعتماد عليه هو نصف الإيمان كما قال السلف الصالح هو الذي يجعل القلب لا ينصرف إلى المخلوقين لا يرجو عطاءهم ولا مدحهم ولا عونهم فاتقوا الله عباد الله واغرسوا التوحيد بقلوبكم وقلوب أهليكم فهو حق الله على العباد وهو المنجي من العذاب أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من عباده الموحدين الذين يؤمنون به حق الإيمان ويعبدونه حق العبادة وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى وحبيبه المرتضى صلى الله وسلم عليه وعلى من بهديه اقتفى أما بعد فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه الرهد والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر معه الرجل والرجلين والنبي يمر وليس معه أحد ثم رفع لي سواد عظيم فقلت من هؤلاء هؤلاء أمتي قال جبريل ليس هؤلاء ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقال هؤلاء هم أمتك وقدامهم سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولما قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام إليه عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة فيا عباد الله لو تعملنا هذا الحديث العظيم الذي فيه بشارة عن كثرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم من أكثر أهل الجنة ونظرنا ما الذي تميز به هؤلاء السبعون ألفا جعلني الله تعالى وإياكم منهم هل تركوا المحرمات أم تركوا المباحات لقد تركوا ما ينافي التوكل أو تمام التوكل والحديث ضرب مثالا على أشياء تقع في الناس فمثال بترك الرقية وبترك الكي والرقية والكي علاج للمريض والمريض أشد ما يكون ضعفا وحاجة إلى من يشفيه فإذا توكل العبد على الله سبحانه وتعالى وانغرص اليقين بقلبه فترك الكي مع أنه علاج وترك طلب الرقية من الناس مع أنها سبب للشفاء وهي بالقرآن وهي مباحة كما أن هؤلاء تركوا التطير وهو التشاؤم بشيء من المخلوقات ولأنه في آخر الحديث قال وعلى ربهم يتوكلون فهذه هي الصفة الجامعة لهؤلاء السابعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أنهم على ربهم يتوكلون قال ابن تيمية رحمه الله وتحقيق إخلاص الدين لله بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاءا له بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها لا ينظر إليها إلا بنور الله أي لا ينظر إليها إلا أنها أسبابا خلقها الله سبحانه وتعالى لخدمته فالمتصرف فيها هو الله سبحانه والخلاصة يا عباد الله خلاصة هذه الخطبة أن نتعلم أن هذه النصوص الواردة في فضل التوحيد لن تتحقق لكل أحد إلا من تحقق عنده التوحيد المحض وتحقيق التوحيد على درجتين الدرجة الأولى درجة واجبة يطالب فيها جميع الناس ولا يعفى عنها أحد وهي أن يترك الشرك الأكبر والأصغر والخفي وأن يترك البدع المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك الكبائر والمعاصي والدرجة الثانية الدرجة المستحبة التي فيها يكون العبد حريصا على نمو الإيمان في قلبه وهي التي يتفاضل الناس فيها تفاضلا كبيرا وهذه الدرجة هي معناها أن لا يكون في قلب المؤمن شيء من التوجه لغير الله سبحانه وتعالى ولا يتعلق بمخلوق كائنا من كان بل يتجه قلبه بالكلية إلى الله سبحانه وتعالى وأن يدرك أن كل ما أتاه من نعمة من رزق من عافية من صحة من سلامة فهي من الله وحده وأن المخلوقين إنما هم أسباب مسخرين لذلك ويا عبد الله لن تتحقق هذه الدرجة في قلبك إلا بفعل ثلاثة أسجاء الأول أن يزيد علمك بالله سبحانه وتعالى وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والثانية أن دائما تتفكر وتحاول زرع اليقين والتصديق الجازم في قلبك وتعود نفسك على ذلك ولا تلتفت لأحد من الناس والثالثة وهي الأخيرة هي الانقياد لله سبحانه وتعالى وقبول ما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه رغبة ورهبة فاتقوا الله يا عباد الله وتعلموا من دين الله عز وجل ما يسبب لكم مغفرة ذنوبكم والنجاة من العذاب يوم القيامة عباد الله إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتأيذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر